السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم دبلوم الحاسب الالي الفرقة الاولى مادة اساسيات الحاسب الالي دكتور محمد عبد الرسول المحاضرة التالتة بعنوان التحويل من النظام العشري الى الانظمة الرقمية الاخرى الثنائي والثماني يبقى انا عايز حنوان المحاضرة ان انا عايز احول من النظام العشري الى الانظمة الرقمية الاخرى زي النظام الثنائي والنظام الثماني خطوات التحويل او خطوات الحل اولا اي رقم عشري قد يكون فيه جزء صحيح وقد يكون فيه جزء كسري او عشري فالرقم العشري مكون من جزءين جزء صحيح وجزء كسري في حالة الارقام الصحيحة بقسم الرقم العشري او العدد العشري دوت على اساس النظام اللي انا عايز احول له فهقسم على اثنين لو كنت عايز احول الى النظام الثنائي او اقسم على تمانية اذا كنت عايز احول الى النظام الثماني يبقى اول حاجة بقسم الرقم او الجزء الصحيح من الرقم على اساس النظام اللي انا عايز احول له بأسم على 2 في حالة النظام الصونائي وأسم على 8 في حالة النظام الصوماني ناتج الاسم 1 حاجتين يقيم ما يكون ناتج الاسم رقم صحيح يعني معنى كده ان باقي الاسم صفر ولو كان ناتج الاسم رقم صحيح معاك كسر يبقى ايه عشان اجيب باقي الاسم بضرب الباقي بتاع الاسم في اساس النظام يعني مثلا لو انا اسمت 5 على 2 5 على 2 اقرب حاجة هي 2 ونص يبقى الرقم الصحيح بتاع 2 او الجزء الصحيح بتاع 2 وفي نص النص ده لو ضربته في 2 يبقى باقي الاسم كام 1 يبقى لما تقسم 5 على 2 معناها ان ناتج الاسم 2 والباقي 1 اكتب معايا طب لو اسمت 7 على 2 7 على 2 ناتج الاسم 3 والباقي 1 خلاص ده لو ازمت على النزام السوني وبالمسل برضو لو ازمت على النزام السومين بفضل اقرر عمليات الاسم ديت وتوقف عندما يكون ناتج الاسم مساوية للصفل امتى يكون ناتج الاسم مساوية للصفل يعني معنى كده ان الاسمه ما تنفعش. يعني ليه اسمه ما تنفعش? يعني معناها ان البسط اقل من المقام. يعني مسلا ما جاء اسم واحد على اتنين. واحد على اتنين ما ينفعش الاسمه. تبقى ناتج الاسمه كام? صفر. وبقى الاسمه واحد. وبقى الاسمه كام? واحد. لما جاء اكتب الرقم. بكتب الرقم. من الشمال اليمين من اسفل لاعلى. يبقى بكتب الرقم من ايه? من اسفل الى اعلى. جهة الايه? او من الشمال للي مين? خلاص? يبقى تاني خطوات ايه? للحل? ان انا بقسم العدد العشر او العدد الرقم العشر الصحيح على اساس النظام. سواء اتنين او تمانين. لو كان نتج الاسمة صحيح يبقى بقى الاسمة صفر. لو كان نتج الاسمة رقم هيبقى ده اسمه نتج الاسمة. والجزء العشر بضربه في اساس النظام عشان يطلع بقى لايه? الاسمة. بكرر عملات الاسمة وتوقف عندما يكون البسط اقل من المقام. يعني ما جأسم واحد على اتنين او سبع على تمانين ما ينفعش خلاص. تمام? يكتب الرقم من اسفل الى اعلى. ده في حالة الارقام الايه? الصحيح. عندي ارقام كسرية. الرقم الصحيح بقسم. يبقى الرقم الكسر عكسه. بضرب. يبقى يتم درب الرقم الايه? العشري الكسري. في اساس النظام المطلوب التحويل ليه. خلاص? سواء هضرب في كام? في اتنين او هضرب في كام? في تمانين. ناتج الضرب اما يكون اقل من الواحد الصحيح. اما يكون اكبر من الواحد الصحيح. في حالة لو كان اقل من الواحد الصحيح فان الجزء الصحيبي ساوي صفر. اما في حالة لو كان اكبر من الواحد الصحيح فان الجزء الصحيح ساوي كام واحد. تمام? وقرر هذه العملية حتى نحصل على عدد الارقام المطلوبة بعد العلامة الايه العشرية. في النظام السوناء طبعا على حسب الارقام العشرية في النظام السوماني دايما هنطلب منك بعد ست علامات. يعني هتبقى تعمل العملية دي ست مرات. يكتب الرقم من اعلى الى اسفل. يبقى عكس ايه? يبقى هي العكس في كل حاجة. سواء عمليات هنا اسمها هنا ضرب. هنا بكتب من اسفل لاعلى هنا بكتب من اعلى الاسفل. وتعالى ناخد بعض الامثلة على هذا التحويلات رقم واحد المطلوب تحويل الرقم العشر التالي الف تلتمية واحد واربعين علامة عشرية تلتمية خمسة وسبعين بالاساس عشرة العشرة لجنب الكوز ديت ده معناها اساس ايه الرقم الى الرقم او العدد السنائي طيب يبقى انا عندي الرقم ده مكون من جزئين جزء صحيح اللي هو الف تلتمية واحد واربعين والجزء الكسر بتاعه او العشر بتاعه تلتمية خمسة وسبعين من الف نتعامل مع المسألة على جزئين الاول ناخد الجزء الصحيح كده تحويل الجزء الصحيح عشان احول الجزء الصحيح الخانة الاولى بحط اول خانة بعمل اربع عمدة الخانة الاولى والعمود الاول للمقصوم وبعدين المقصوم عليه ناتج القسمة بال اسم خد بالك المقصوم عليه اتنين يعني هقسم كل الارقام على اتنين هبدأ بدايتي من الرقم بتاعي الف تلتمية واحد واربعين لما اسمه على اتنين هيطلع اعمل معايا كده بالقال الحزب هيطلع ستمية وسبعين ونص يبقى الجزء الصحي بتاعه كام ستمية وسبعين طيب الباقي الاسمه كام هعرفه من اين هو باقي ستمية وسبعين ونص لو دربت النص ده في اتنين يطلع باقي الاسمه كام واحد ريح دماغك باقي الاسمه دايما في النظام المحول من نظام عشري للنظام سناقي هيبقى باقي الاسمه دايما واحد لو فيه لو هي ما قبلتش الاسم لكن لو قبلت الاسمه يبقى كام سفر على دو خلاص طيب هاخد الستمية وسبعين وحطها في الخانة المقصوم واقسم ستمية وسبعين على اتنين هيطلع تلتمية خمسة وتلاتين دي صافي هيبقى باقي الاسمه هنا كام سفر اخدوا التلتمية خمسة وايه تلاتين على اتنين هيطلع مية سبعة وستين ونص يبقى اخد المية سبعة وستين كانتك الاسمه والنص اخدوا ايه اضربوا في اتنين يطلع باقي الاسمه كام واحد زي ما اتفقنا باقي الاسمه دايما هيطلع واحد في النظام الايه السنائي لو كانت الرقم ما هيقبلش الاسمه ويقبل الاسمه بكسر طيب مية سبعة وستين على اتنين هيطلع تلاتة وتمانين ونص برضو هيبقى اخد التلاتة وتمانين نتج الاسم هيبقى الاسمه كام واحد تلاتة وتمانين اه انقل التلاتة وتمانين على اتنين هيبقى واحد واربعين برضو واحد نتج الاسمه كام بص واحد طيب واحد واربعين على اتنين هيبقى فقى كام عشرين ونص برضو. هيبقى ايه? بقى الاسم واحد. عشرين على اتنين عشر صفر. عشر على اتنين خمسة. صفر بقى الاسم. خمسة على اتنين. هي ما تقبلش الاسم. يعني ان خمسة على اتنين باتنين ونص. يبقى اتنين والباقي بتاعي كام? نص في اتنين بواحد اهو. اتنين على اتنين فيها الواحد وبقى الاسم صفر. هنا الواحد اهو. نقلته هنا. واحد على اتنين ما تنفعش يبقى ناتج الاسم كام صفر وبقى الاسم كام واحد يبقى كده انا وصلت ايه لاخر حاجة يبقى اسمه مطولة لغاية لما صفيها كلها طب اكتب الرقم ازاي زي ما انت شايف السام كده طالع من واحد صفر واحد صفر صفر واحد 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 صفر واحد يبقى كتبت الرقم من فين كتبت الرقم من اسفل الى ايه اعلى من ناحية اللي يطال يبقى واحد صفر واحد صفرين اربع وحاية صفر واحد خلاص طيب نيجي الجزء العشري الجزء العشري اللي هو تلتمية خمسة وسبعين من الف همسك التلتمية خمسة وسبعين من الف يبقى عندي بعمل تلتة اعمدة الرقم العشري والضرب في اساس النزام اللي هو اتنين والجزء الصحيح الرقم العشري تلتمية خمسة وسبعين من الف هاضربه في اتنين يطلع خمسة وسبعين من مية الخمسة وسبعين من مية دي اقل من واحد ولا اكبر من واحد لو اقل تبقى الجزء الصحيح صفر طب لو اكبر هيبقى هنشوف دلوقتي. طب الخمسة وسبعين اخو دهتين. اضربها في اتنين. هيطلع كام? واحد ونص. يبقى الجزء الصحيبي بتاعي كام? واحد. والجزء العشري نص. يبقى نص في اتنين بواحد. يبقى الجزء الصحيبي بتاعي كام? واحد. واقف الغاة هنا. بقى هنا الغاة ليه? لان هو الرقم العشري بعد كم بعد كم علامة? تلات علامات. خلاص? طب لا هكتب الرقم ازاي? هكتب الرقم. من ايه? من اعلى الى اسفل. يعني زيرو واحد واحد. شوف السهم الاخضر ماشي ازاي? ماشي صفر واحد واحد. خلاص? طيب. يبقى هو ده ايه? يبقى لكتابة الجزء العشري بكتبه من اعلى الاسفل ويكتب من اليسار الى ايه اليمين? زيرو واحد واحد. حل النهائي الرقم العشري الف تلتمية واحد واربعين. علامة عشرية تلتمية خمسة وسبعين من الف. بالاساس عشرة. ده عبارة عن. واحد زيرو واحد. زيرو زيرو. واحد واحد واحد. زيرو واحد. علامة عشرية. زيرو واحد واحد. بالاساس كام? اتنين. يبقى الف تلتمية واحد واربعين تلتمية خمسة وسبعين من مية. بالاساس عشرة. لما يجي يكتب على الكمبيوتر الكمبيوتر بيكتبه ازاي? واحد صفر. واحد صفرين اربع وحاية صفر واحد. علامة صفر واحد واحد. بالاساس اتنين. ناخد تمرين تاني. التمرين التاني بيقول لك المطلوب تحويل الرقم العشري التالي 153 و 513 من الف بالاساس العشري الى العدد الصماني مع تسجيل الرقم العشري في وان بايت وان بايت يعني تمن خنات التمن خنات منهم الزيرو والعلامة العشرية بقى الخانتين اي تسجيل الرقم بعد ستة علامات عشرية خلاص طب تعالوا نحل التمرين التمرين ده اش دايما انت شايف جزئين جزء صحيح اللي هو 153 والجزء عشري خمسمية وتلاتة ارش. تعالوا ن ersten. الجزء الصحي هاخد مية تلاتة وخمسين هعمل نفس الجدول اللي احنا خدناه. المقسوم والمقسوم عليه والنتج القسمه وباقي القسم. المقسم اول رقم مية تلاتة وخمسين هقسمه على تمانين لما اسم مية تمانية وخمسين. مية تلاتة وخمسين في نهاب على تمانية. هطلع ناتج الاسمة تسعتاشر. وبnezاء الاسمة كام يوم. هنا لو اسمت مية. تلاتة وخمسين على تمانية هيطلع تسعتاشر ومية خمسة وعشرين من ايه من الف هاخد المية خمسة وعشرين من الف واضربه في واحد في تمانية قاسم هيطلع باقي الاسم كام واحد يبقى نتج الاسم تسعتاشر وباقي الاسم كام واحد طيب يبقى التسعتاشر على التمانية تسعتاشر على التمانية معناها كام? تمانية ومية ايه? تمانية. تسعتاشر على التمانية. هيطلع اتنين وتمنمية خمسة وسبعين من اجل. لو ضربتم في تمانية هيطلع بقى الاسم كام? تلاتة. هاخد الرقم التالت. اتنين على تمانية. ما تنفعش الاسم. يبقى ناتج الاسم زيرو. وبقى الاسم كام? اتنين. تاني. يبقى هقسم مية تلاتة وخمسين على تمانية. هيطلع تسعتاشر وتمنم. او تسعتاشر ومية خمسة وعشرين من الف. هيبقى ناتج الاسم الساعتاشر هاخد المية خمسة وعشرين من الف. اضربها في التمانية عشان اجيب بقى الاسم هيطلع كام? واحد. طيب. هاخد التسعتاشر على تمانية. التسعتاشر على التمانية هيطلع ايه? اتنين والكسر. الكسر ده اخد اضربه في تمانية هيطلع كام? تلاتة. خلاص? الاتنين على التمانية ما ينفعش الاسم. ما تنفعش لايه? الاسمة. يبقى معنا كده ان نتج الاسمة صف وبقى الاسمة كام? اتنين زي ما هم. خلاص? يبقى لما اجي اكتب الجزء الصحيح دوت. اكتبه ازاي? من ايه? من اسفل الى قاعدة. يبقى اتنين تلاتة واحدة. مكتوب عندكم كده بالضبط. ناخد الجزء العشري يبقى الرقم العشري اتضرب في تمانية الجزء الصحيح بتاعي. الرقم العشري خمسمية وتلاتةاشر من الف. اضربه في كام? في تمانية. هيطلع اربعة واربعة ومية واربعة من الف. يبقى الجزء الصحيح بتاعي اربعة. هاخد المية واربعة من الف ديت. اضربها تاني في تمانية. في الخانة في الصف التاني. هيطلع تمنمية تنين وتلاتين من الف. تمنمية تلاتين من الف دي اقل من واحد. يبقى جزء الصحيح صفر. هاخد الثمنمية اتنين وتلاتين من الف. واضربها في كام? في تمانية. هيطلع ستة. ستمية ستة وخمسين من الف. الجزء الصحي بتاعي كام? ستة وفيه ستمية ستة وخمسين من الف. جزء ايه? عشري. انزله ايه? في الصف الرابع. اضربه في تمانية. يطلع خمسة. ومتين تمانية واربعين. يبقى الجزء الصحيح بتاعي خمسة. وفاضل الجزء الباقي. متين تمانية واربعين من الف. اضربها في تمانية. يطلع واحد. تسعمية اربعة وتمانين من الف. هيبقى الجزء الصحيبي تاعي كام? واحد. هاخد التسعمية اربعة وتمانين اضربها في تمانية يطلع سبعة تمنمية اتنين وايه? وسبعين يبقى الجزء الصحيبي تاعي كام? سبعة. لما اجا اكتب الرقم هكتبه اربعة صف ستة خمسة واحد سبعة. يبقى يكتبه من ايه? من اعلى لاسفل من جهة اليسار زي الايه? يبقى اربعة صفر ستة خمسة واحد سبعة. الرقم العشري مية تلاتة وخمسين خمسمية وتلاتاشر بالاساس العشري هو عبارة عن متين واحد وتلاتين علامة عشرية اربعة صفر ستة خمسة واحد سبعة بالاساس السوماني. يبقى كده خلصنا النهاردة الحمد لله التحويل من النظام العشري الى النظام السوماني.